بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله طلابي الأعزاء في المرة السابقة حلينا أسئلة كلمات اللي هي الفوكابيلوري كيف بيجي السؤال عليها وتكمل طبعا للحل بهاي الطريقة في هاي الكلمات اللي هي كلمات الوحدة الأولى اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نحل قطعة وعليها الأسئلة القطعة الأولى اللي أخذناها طبعا بدايتها زي ما أنتم شايفين بيقرأ زيك اقرأ النص وأجبع الأسئلة التي تليها خليني نقرأ النص مع بعض بشكل سريع عندما تستخدم الكمبيوتر عندما تستخدم الكمبيوتر فكر في التكنولوجيا التي أنت تحتاجها الناس كانوا يستخدمون أنواع كثيرة من الحواسيب لآلاف السنين كلمة متل معناها معدن أو معدني أمت المشين مشين آلة آلة معدنية أمت المشين آلة معدنية was found طبعا هي صيغة الباسف اللي هو المبني المجهول فكلمة was found يعني وجدت on على the seabed كلمة seabed بمعنى اللي هو قاع البحر seabed in Greece في اليونان إذن وجدت في قاع البحر في اليونان that was والذي كان more than two thousand years old أكثر من الفين سنة يعني عمر هذا الكلام إيجاد هذه القطعة المادنية كان أكثر من الفين سنة it is believed كلمة it is believed يعني إنه يعتقد إنه يعتقد بأنه it is believed that this بأن هذا الكلام هذا الكلام اللي هو إيجاد للقطعة المعدنية اللي هي كانت أول كلمة first يعني أول ever على الإطلاق computer حاسوب أول حاسوب على الإطلاق إذن طيب الفقرة الثانية في الأربعينيات هاي بنترجمها بهاي الشكل in the nineteen forties في الأربعينيات technology التكنولوجيا had developed تطورت had developed بمعنى إيش تطورت enough كلمة enough بشكل كافي طبعا الجي والأتش هاي نقرهها ف فبنحكي enough بشكل كافي for inventors for inventors بمعنى للمخترعين inventor معناها مخترع inventors مخترعين لأنها جمع إذن هاي جمع for inventors to make the first لصنع أو عمل make the first أول أول إيش generation الجيل الأول هيك منترجم منترجم الإسم بعدين الصفة the first generation الجيل الأول generation بمعنى إيش جيل فبنحكي مثلا أنتو والله جيل 2006 you are the generation of 2006 طيب generation بمعنى جيل of modern computers للحواسيب الحديثة modern بمعنى حديث ومراد فيها كلمة new يعني new computers للحواسيب الجديدة one such model هذا النموذج اللي هو اللي اخترعوه was so large كان كلمة was بمعنى كان so large كبير جدا so بمعنى very so large that it needed بأنه بحيث أنه احتاج needed احتاج a room إلى غرفة احتاج إليش إلى غرفة هذا الكمبيوتر اللي اخترعوه needed a room احتاج إلى غرفة that was والتي كانت that اللي هي room هاي الغرفة that was one hundred sixty seven مية وسبعة وستين square مربع meters متر متر مربع هاي بترجمها square meters متر مربع يعني مية وسبعة وستين متر مربع square بمعنى مربع طيب circle circle بمعنى دائرة square meters متر مربع to و لكي accommodate it يعني نستوعب هذا الحاسوب تستوعب هذا الحاسوب يعني بحتاج إلى غرفة مساحتها مية وسبعة وستين متر during خلال كلمة during بمعنى خلال أو أثناء that decade خلال هذا العقد اللي هو مين أي عقد اللي هو إيش في عام الف وتسعمية واربعين اللي هو بالأربعينيات هذا نسميه that decade إذن decade اللي هي طبعا هاي تقطلق على كل عشر سنوات كل عشر سنوات بالإنجليزي بنسميهم عقد بالعربي بنحكيهم عقد بالإنجليز بنحكيهم decade during that decade scientist العلماء وهي جمع لأنه فيها scientist عالم scientist علماء in England في إنجلترا في بريطانيا developed طوروا أو حسنوا the first computer program البرنامج الحاسوبي الأول لاحظوا كيف ترجمتها البرنامج الحاسوبي الأول first computer program the first computer program البرنامج الحاسوبي الأول إذن العلماء في إنجلترا العلماء في بريطانيا أو علماء بريطانيا طوروا أو حسنوا طوروا البرنامج الحاسوبي الأول it took 25 minutes أخذ منهم 25 دقيقة to complete one calculation عشان يكمل أول عملية حسابية in 1958 للمجهول يعني مسميها passive تمام passive اللي هو simple past passive اللي هو مبد المجهول في شكل الماضي اللي هو عبارة عن was و where كلمة where زائد verb 3 فبنترجمها was developed تم تطويرها طيب نروح الفقرة اللي بعدها the first computer game اللعبة الحاسوبية الأولى لاحظوا كيف ترجمت هاي مع بعض كلها اللعبة الحاسوبية الأولى was produced انتجت لاحظوا هاي أيضا صيغة passive لاحظوا لأنه مفرد أخذنا was was produced انتجت in 1962 CE في عام 1962 common era اللي هي CE الفترة الميلادية followed two years تبع ذلك بعد سنتين يعني بعد سنتين عن كم؟ عام 1964 1964 1964 1964 followed two years later تبع ذلك بسنتين بعد ذلك later يعني بعد ذلك by the computer mouse اللي هو فأرة الحاسوب الفأرة الحاسوبية the computer mouse in 1971 في عام 1971 1971 عفوا CE the floppy disk اللي هو القرص المرن was invented تم اختراعه was invented أو اخترعه انت بترجمها عساس انه مبني المجهول فبتحكي اخترعه او تم اختراعه اخترع القرص المرن او تم اختراع القرص المرن وازي ما حكيت للكو هاي صيغة الباسف في المبني للمجهول لاحظوا ان معظم الباسف اللي استخدمناه في هاي القطعة الكاتب اللي استخدمه هو مبني للمجهول في صيغة الماضي وهذا من الاسئلة المتكررة في القواعد على المبني للمجهول في صيغة الماضي اللي هو was where زائد verb 3 was invented which meant والذي قصد منه وعني منه that information بأن المعلومات كلمة information معلومات could be shared could be shared يمكن مشاركتها طبعا ايضا هاي كمان صيغة الباسف للمستقبل could be shared could be يمكن مشاركتها could be shared between computers could be shared between computers عفوا هاي الموديلز اللي هي الموديلز could بعدين بيجي بي بعدين كلمة share اللي هي ايدي shared between computers بين الحواسيب بين ايش الحواسيب the first PC اللي هو اول حاسوب شخصي personal computer اللي هو الحاسوب الشخصي personal يعني شخصي computer حاسوب was produced انتجة in 1974 CE في عام 1974 1974 so ولذلك كلمة so بمعنى لذلك people الناس could buy اصبح بامكانهم اصبح باستطاعتهم هيك بترجمة could buy computers الحواسيب to use لاستخدامها at home في البيت at home to use at home to use at home in 1983 CE في عام 1983 183 people could buy a laptop الناس اصبح بامكانهم could buy could buy a laptop يعني laptop اللي هو الحاسوب الشخصي اللي هو laptop الكمبيوتر المحمول for the first time لأول مرة للمرة الاولى for the first time معناها للمرة الاولى اذا في اي عام in 1983 then بعد ذلك كلمة then بعد ذلك او ثم in 1990 CE في عام 1990 للفترة الميلادية the British scientist العالم البريطاني لاحظوا انا بترجم الاسم بعدين الصفة the British scientist العالم البريطاني ايش اسمه Tim Pernersley هذا اسم العالم Tim Pernersley ايش عمل الان الفعل شوفوا كله هذا subject الان الفعل developed طورة او حسنة the world wide web الشبكة العنكبوتية العالمية the world wide web الشبكة العنكبوتية العالمية شبكة الانترنت طبعا اختصارها ال www it was not until it was not until لم يكن حتى 2007 2007 بأن أول هاتف أو هواتف ذاكية ظهرت يعني اللي هي في عام الفين وسبعة اليوم لاحظوا وراها فاصلة كما لأنك أنت بتحكي هنا أدفر فيجي وراها كما الآن بتكمل الجملة في وراها بيجي إيش كما تمام معظم الناس يستخدمون هواتفهم النقالة هواتفهم الجوالة الموبايل فون طبعا موبايل بمعنى جوال نقال كل يوم نيجي على الفقرة اللي بعديها ماذا بمعنى ماذا سوف يحدث كلها فعل طبعا هاي فعل كامل مكون من فعل من المودل والفعل الرئيس مسميه المودل والمودل والمين فيرب ماذا سيحدث في المستقبل ماذا سوف يحدث في المستقبل لاحظوا هنا الحال إيجا بين الكان وبين باي يمكنك أن تشتري بالفعل already بمعنى بالفعل watches اللي هي ساعات which تعود على watches which can do the same as mobile phones التي تقوم بنفس عمل الهواتف النقالة scientist العلماء have also developed أيضا كلمة also بمعنى أيضا لاحظوا إجت بين have اللي هو الفعل المساعد وبين الفعل الرئيسي اللي بين فيرب كلمة also scientist have also developed يعني العلماء أيضا طوروا طوروا هاي بترجمة have developed بمعنى طوروا glasses نظارات إيش ما لها النظارات that التي are capable of يعني قادرة على أن قادرة على أن are capable of لاحظوا بعد are إجا صفة are capable of doing من القيام even حتى more than this أكثر من ذلك أكثر من ذلك اللي هو المقصود في ما تقوم به الساعات ما تقوم به الساعات which can do same as mobile phones this تعود على هذا الكلام this تعود على هذه الجملة كاملة طيب نجعل الفقرة الأخيرة life in the future إيش منترجم life الحياة in في the future المستقبل life in the future الحياة في المستقبل الآن الفعل is going to see بمعنى سوف تشهد إذن going to بمعنى إيش سوف is going to see سوف تشهد أو سوف ترى further changes تغيرات على المدى الأوسع على المدى البعيد further changes تغيرات كثيرة أوسع in في إيش in computer technology في تكنولوجيا الحواسي it is likely that all aspects إنه من المحتمل it is likely بمعنى من المحتمل that all aspects بأن جميع الجوانب of everyday life من الحياة اليومية everyday يومي life حياة will rely on سوف تعتمد على rely on أيضا من المراد في إلها depend on يعني تعتمد على rely on a computer program على برنامج حسبي from how we travel من حيث من كيف سوف نسافر to how إلى how our homes are heated كيف أن بيوتنا سوف يتم تدفئتها إلى كيف سوف يتم تدفئت بيوتنا إذن هاي الاعتماد ما هي مظاهر الاعتماد صور الاعتماد أنه from how we travel to how our homes are heated هاي القطعة طلاب الأعزاء قرأناها مرة ثانية وبعرف أنه إحنا قرأناها ترجمناها قبل هالمرة ولكن في الإعادة إفادة إن شاء الله للجميع حتى تستزيد من المعلومات أكثر كل ما عدت أكثر وعدت الشرح أكثر كل ما كان أفضل لكم طبعاً الكلمات اللي أنا معلم عليهم باللون الأصفر هي الكلمات الرئيسية في القطعة يعني لاحظوا الكلمات الرئيسية program calculation computer chip floppy disk pc world wide web smart phones rely on program هاي هي الكلمات الرئيسية في القطعة خلينا نشوف السؤال الأول السؤال الأول بيحكيلي where بمعنى أين where was where was أين كان where أي بمعنى أين where was أين كان the first ever computer found أين وجد الحاسوب الأول لأول مرة على الإطلاق أين وجد الحاسوب بنرجع للقطعة بنقرأها مرة ثانية مع بعض لما بدك تجاوب السؤال تقرأ القطعة من أول من البداية فبنحكي when you are using a computer think about the technology that is needed for it to work people have been using types of computers for thousands of years a metal machine was found on the seabed in Greece that was more than two thousand years old it is believed ويعتقد that this was the first ever computer إذن هذا اللي هو مين هو هذا المتل machine المتل machine وجدوين on the seabed in Greece بس فقط هذا الجواب إذن on the seabed in Greece إذن أين وجد أول حاسوب وجد في on the seabed in Greece إذن هذا جواب السؤال الأول هذا جواب السؤال الأول رقم واحد on the seabed in Greece إذن where was where was the first ever computer found تحكيله الجواب هو on the seabed in Greece on the seabed on the seabed in Greece ننتقل للسؤال الثاني يعني في قاع البحر في اليونان on the seabed إيش معناتها على قاع البحر في أو في قاع البحر في اليونان نيجي للسؤال الثاني what information in the text shows هذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا what information ما هي المعلومات in the text في النص shows تبين وتظهر لك that بأنه the first modern computers بأن الحواسيب الجديدة الأولى where كانت very large كانت كبيرة جدا يعني شو الجملة أو شو المعلومات اللي بالنص بتبين لك أن الحواسيب اللي اخترعت لأول مرة كانت كبيرة جدا فهمنا السؤال what information in the text ما هي المعلومات في النص يعني كأنه بحكي لك quote the sentence يعني quote the sentence يعني اقتبس الجملة what information in the text shows that the first modern computers were very large شو المعلومات اللي في القطعة بتبين لأنه الحاسوب كان very large نيجي على القطعة مرة ثانية بنكمل قراءة in the 1940s technology had developed enough for inventors to make the first generation of modern computers one such model was so large that it needed إذن هاي المعلومة إذن المعلومة وصلنا للإجابة one such model was so large that it needed a room that was one hundred sixty seven square meters to accommodate it هاي الإجابة كاملة طلاب الأعزاء للسؤال الثاني ما هي المعلومات التي تظهر وتبين إذا هاي جواب السؤال الثاني ما هي المعلومات التي تظهر وتبين بأن الحاسوب كان كبيرا جدا بتحكيله الإجابة من هذا المكان طبعا من النقطة إلى النقطة يفضل الإجابة لما يحكي لك اقتباس أو ما هي المعلومات يفضل من النقطة إلى النقطة الإجابة حتى تكون تاخذ العلامة الكاملة نجي على السؤال رقم ثلاثة إيش كانت صفات كلمة معناها صفات و مميزات ممكن تحكي كمان معناها مميزات ما هي صفات ومميزات الحاسوب الأول الحاسوب الأول نرجع للسؤال مع بعض مرة ثانية للقطعة نرجع للحاسوب الأول هو أول حاسوب تم اختراعه لاحظوا كيف أنه كان هو عبارة عن إيش كان يعني كبير جدا صفاته وأيضا أنه كمان إذن الإجابة نحكي يعني كان أنه هو عبارة عن كبير جدا وكمان ممكن تكتب يعني إيش كان بطيج جدا أو تحكي له الإجابة يعني الإجابة من القطعة حرفيا لنهاية الجملة يعني تحكي له الصفة يعني الإجابة بنحكي بهذا الشكل تحكي له إجابة أما تحكي له طبعا الأولى هي الإجابة طلابي العزاء هي أول وحدة أول صفة الصفة الثانية ممكن تحكي له أخذ تقريبا 25 دقيقة لإكمال أول عملية حسابي أو بتحكي له كلمة يعني لو كانت إجابة حرفية أو بنحكي بدل هاي الإجابة الثانية بنحكي ننتقل للسؤال اللي بعدي السؤال اللي بعدي بحكي لي يعني اعمل قائمة ضع قائمة بالاختراعات كلمة بمعنى اعمل قائمة أو سوي قائمة اللي هيك بهذا الشكل اختراعات يعني تم إكمالها طبعا هم يعني هم في كلمة موجودة الاختراعات اللي تم اختراحها ما بين 1958 إلى 1974 الإجابة على هذا السؤال نبدأ طبعا من بداية السؤال الأول أول إشي عنا أول واحدة اللي هي computer chip هاي أول واحدة رقم واحد بعدين عنا the first computer game هاي رقم اثنين هاي رقم واحد رقم ثلاثة عنا كمان followed two years later the computer mouse أيضا عنا هو بحكيلي من 58 لواحد السؤال من 58 لوا 74 بعد ذلك عنا اللي هو أول حاسوب شخص هاي الاختراعات كلها تم اختراحها ما بين 1858 و 1977 و 1974 إذن إيش هم أول شي بعدين بعد ذلك اللي هي رقم ثلاثة بعد ذلك عنا اللي هو أول حاسوب شخصي هاي رقم أربعة بعد ذلك عنا فقط هاي الاختراعات اللي تم اختراحها ما بين هاي كمان عنا نسينا كلمة اللي هي إذن مرة ثانية سوف تستمر بالتطور والتحسن في المستقبل اشرح هذا مقترحا ثلاث اقتراحات ثلاث تغييرات في المستقبل فبتحكي الإجابة بهذا الشكل هاي بتجيبها من السؤال بأن الكمبيوتر تكنولوجي سوف تشهد كلمة witness بمعنى تشهد تغييرات عديدة في الحاسوب مثل إيش هي أول واحدة إنه الحجم الحاسوب سيكون صغير جدا أو أصغر ستكون أسرع إذا لاحظ ستقدم أو سوف تعرض خيارات أكثر خيارات أكثر مما كانت في السابق إذن في عنا ثلاث اقتراحات إيش هي حجم الحاسوب سيكون أصغر السؤال رقم 6 في عنا تطورين ظهروا في عام 1940 اكتبهم إذن في تطورين حدث أو ظهر في 1940 نجي على القطعة مرة ثانية وبنجاوب على هذا السؤال الآن نبدأ منهم إذن هذا أول إشي اللي هو الجيل الأول من الحاسوب إذن أول إشي عنا إيش رقم 1 اللي هو اللي هو الجيل الأول من الحواسيب الحديث هاي رقم 1 نكتب هاي رقم 1 طيب رقم 2 خلال هذا العقد ساينتست إذن إذن أيضا لاختراع الثاني التطور الثاني اللي هو البرنامج الحاسوبي الأول إذن هاي رقم 2 إذن لاحظوا هاي إجابة فقط طلابي الأعزاء تمام لاحظوا في الأربعينيات فقط في الأربعينيات تم اختراع اللي هو الجيل الأول من الحواسيب الحديثة والاختراع الثاني إذا المرة ثانية إجابة السؤال فقط هاي المقطعين بتحكي ورقم 2 هاي طلابي الأعزاء طيب ننتقل للسؤال رقم 7 طلابي الأعزاء وهو سؤال يعني بدك تكتب التواريخ اللي هو رقم 7 يعني كل مما يلي مما يلي التالية متى اخترعت بدك تكتب التواريخ يعني نيجي ل التواريخ بدك تكتب تاريخ كل واحد خلينا نشوف أول لحد نرجع نرجع بات اخترعت نرجع القطعة من أول أو جديد اللي هي في هذا التاريخ طلابي الأعزاء إذن جوابها لاحظوا إذن نكتب هون N1958 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 CE طبعا أنا بفضل الطلابي الأعزاء اللي وصلتهم الدوسية اللي أصبحت الآن الدوسية عندكم إن شاء الله بإذن الله بفضل أنك تحل لوحدك سواء قبل الحصة أو بعد الحصة بعد ما تحذر الحصة أنا بفضل أنك تحل لوحدك وبعدين تتأكد من إجاباتك معي تمام حتى أنه تكون فائدة أكبر إليك لأنه كل ما حلت لوحدك كل ما كان أفضل يعني بعد ما شفت شرح القطع فضل أنك تحل لوحدك للسؤال أو مثلا بدك تحذر الحصة وتشوف الحلول بعدين بس تخلص الحصة بتجيب الورقة وبتبدأ تحل لوحدك من دون ما تشاهد الحصة حتى أنك تكون تضع نفسك كأنك في اختبار كأنك في اختبار وفي امتحان تمام حتى أنك تكون أخذت الفائدة كاملة طلابي الأعزاء The floppy disk متى تم اختراع The floppy disk نرجع للسؤال مرة ثانية للقطعة The floppy disk هاي هذا الجواب In 1971 CE The floppy disk was invented إذن التاريخ هو In 1971 نكتب في المكان In 1971 اللي هو في عام In 1971 CE طيب The world طبعا هاي لا تكون كابتا The world wide web The world wide web اللي هو ايش الشبكة العنكبوتية العالمية متى تم اختراحها أيضا هي ظاهرة أمامنا هاي إذن في أي عام في عام الف وتسعمية وتسعين إذن الشبكة العنكبوتية تم اختراحها في عام ألف وتسعمية وتسعين In 1990 طيب أول حاسوب شخصي The first PC The first PC This one The first PC Personal computer Was produced in 1974 إذن هذا هو تاريخ اختراحها في عام 2007 It was not until 2007 إذن In 2007 CE بعد ذلك عنا The computer mouse The computer mouse اللي هي فأرة الحاسوب كمان أيضا بعدها مباشرة The computer mouse في هذا المكان Followed two years لاحظوا هذا الشوية بدك تكون ذكي في حل هذا السؤال Followed two years تبع ذلك بعد سنتين إذن إحنا من عند ألف ألف وتسعمية واثنين وستين زيد كمان سنتين فبتكون الجواب ألف وتسعمية وأربعة وستين إذن هذا الجواب طلابي الأعزاء بدك أنت تستنتجه من هذا المقطع Followed two years Later بعد ذلك بسنتين Buy Followed The computer mouse إذن الكمبيوتر ماوس كان في عام ألف وتسعمية وأربعة وستين فترة الميلادية إذن Nineteen 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 Sixty four وزي ما حكيتون استنتجناها استنتاج من كلمة Followed two years The laptop آخر واحدة اللي هي The laptop اللي هو الكمبيوتر المحمول الحاسوب المحمول The laptop حكيتون آخر شيء طبعا رح يكون هو في آخر شيء في عام 1983 إذن اللابتوب تم اختراعه في عام 1983 في عام 1983 In 1983 C هيك إحنا جوابنا على هذا السؤال وهو من الأسئلة المهمة جدا التواريخ الاختراعات The computer chip in 1958 إذن هاي أول الشيء The computer chip in 1958 في عام 1958 و 1958 أيضا عندك اللي هي The floppy disk in 1971 CE The world wide web in 1990 CE The first computer game in 1962 CE The first PC in 1974 The first smartphone in 2007 CE The computer mouse in 1964 CE The laptop in 1983 CE طيب بعد ذلك في عنا السؤال السؤال الثامن What is the benefit كلمة benefit يعني فائدة كلمة benefit بمعنى فائدة أو منفعة ممكن كمان نترجمها على شكل منفع What is the benefit ما هي فائدة أو منفعة of each of the following كل مما يلي ما عطينا مصطلحين وبيحكي للسؤال ما هي فائدة هاي الأشياء أول واحدة اللي هي عنا The floppy disk اللي هو القرص المرن والثانية اللي هي The PC بدنا نطلع فائدتهم من النص The floppy disk نبحث عن floppy disk ونطلع الإجابة إذن What is the benefit ما هي الفائدة The floppy disk نرجع للنص كامل من هون من البداية The floppy disk هذا هو The floppy disk لاحظوا هون In 1971 CE The floppy disk was invented Which meant إذن الإجابة من هذا المكان طلاب العزاء خلني أمسح هذا الكلام عشان تكون الفقرة واضحة بالنسبة لكم Which meant بهذا المكان طلاب العزاء Which meant هذا الفائدة Which meant That بأنه Information could be shared between computers إذن المعلومات يمكن مشاركتها بين الحواسيب إذن هذه هي الفائدة اللي هي فائدة الفلوبي ديسك إذن الفلوبي ديسك إيش فائدة الفلوبي ديسك بتحكيله Which meant That Information Could be shared between computers تكتب هاي الإجابة Information Could be تكتب من هون من بداية هاي الكلام لهذا الكلام إذن فائدة الفلوبي ديسك هي Which meant That Information Could be shared between computers تكتب هاي الإجابة طيب المصطلح الثاني حكينا The first PCH فائدة البي سي اللي هو Personal Computer Was produced in 1974 CE So ولذلك إذن هاي الفائدة الفائدة تبدأ من هون People could buy computers to use at home الناس أصبح باستطاعتهم شراء الحواسيب واستعمالها في البيت إذن هاي فائدة البي سي فائدة إيش البي سي بهذا الشكل People could buy computers to use at home مرة ثانية ما هي فائدة الفلوبي ديسك بتكتب بهذا الشكل من عند كلمة Which meant that information could be shared between computers يعني المقصود من الفلوبي ديسك أنه المعلومات أصبح بالإمكان مشاركتها بين الحوضي صرنا نستطيع أن ننقل ملفات من حاسوب إلى حاسوب باستخدام الفلوبي ديسك وهو قطعة بلاستيكية زي ما حكينا في شرح الكلمات بعد ذلك فائدة البي سي People could buy computers to use at home أصبح باستطاعة الناس أن يشتروا الحواسيب ويستخدمونها في البيت هذا هو جواب السؤال إذن ما هي فائدة هم فلوبي ديسك which meant that information could be shared between computers وفائدة البي سي People could buy computers to use at home نيجي للسؤال رقم 9 What was the problem of the first computer program قليلا نفهم السؤال وطلابي الأعزاء دائما فهم السؤال هو نصف الجواب فهم السؤال نصف الجواب وهي الأسئلة طبعا ما راح تكون خارج عن نمط هذه الأسئلة اللي أنا بشرح لكم إياها ويعني قد يكون أيضا مدرسين آخرين أيضا شرحوا نفس الأسئلة وممكن يعني ما فيش إضافات جديدة يعني هي الأسئلة يعني تقريبا متشابهة نوعا ما ما هي مشكلة كلمة problem ما هي مشكلة ما هي مشكلة برنامج الحاسوبي الأول البرنامج الحاسوبي إذن كلمة problem مشكلة ما هي مشكلة البرنامج الحاسوبي الأول ماذا كانت ماذا كانت شو كانت المشكلة في البرنامج الحاسوبي نرجع نبحث عن في النص نبحث على هذا المقطع في النص ونشوف الإجابة هذا هو الإجابة هي أنه أخذ معاهم 25 دقيقة لإكمال أول عملية حسابي إذن هذا هو الجواب طلابي العزة أن يكمل أول عملية حسابي إذن كانت مشكلة الحاسوب البرنامج الحاسوبي الأول كانت مشكلة أنه أخذ معاهم 25 دقيقة لإكمال أول عملية حسابي هاي إجابة السؤال ننتقل للسؤال رقم عشرة أيضا ماذا كانت مشكلة مع الجيل الأول من الحاسوب الحديث شو كانت مشكلة الجيل الأول من الحاسوب اخترعوا أول جيل من الحواسيب شو كانت مشكلة نرجع مرة ثانية إذن الإجابة من هذا المكان طلاب العزا خلي نمسح الكلمات الأشياء نمسح هيك ونطلع الجواب من هذه الفقرة شو كانت المشكلة لأنه من هنا تكتب one such model was so large كانت كبيرا جدا that it needed احتاج a room that was 167 square meters to accommodate it يعني احتاج إلى غرفة مساحتها 167 متر مربع لاستيعابه كلمة accommodate بمعنى يستوعب to accommodate it اللي هو إيش اللي هو one such model إذن هاي إجابة السؤال رقم 10 ننتقل للسؤال اللي بعدي رقم 11 what information in the text shows that the future will witness more computer technology شو المعلومات أو ما هي المعلومات التي تظهر وتبين أن المستقبل سوف يشهد the future will witness سوف يشهد more computer technology سوف يشهد التطور في التكنولوجيا اللي جعل الفقرة الأخيرة اللي مكتوبة فيها المعلومة هاي هي المعلومة الطلاب الأعزاء تكتب هاي الجملة كاملة life in the future is going to see further changes in computer technology بس لحد هون إذن الحياة في المستقبل سوف تشهد أو سوف ترى تغييرات على نطاق أوسع في تكنولوجيا الحاسوب وحكت لكم تكتب دائما من بداية الجملة للنقطة بتكون إجابة كاملة طيب لحتى تكون الحصة مقصمة إن شاء الله رح نقصمها على حصتين حلة الأسئلة على القطعة رح نتوقف عند هذا السؤال ونكمل إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله تعالى هاي الأسئلة طلاب العزاء يفضل إنك كمان بعد ما تشوف الحل تحلهم لوحدك وتقرأ القطعة كل سؤال تحل فيه لازم تقرأ القطعة مرة ثانية وتحل بمراحتك وعلى مهلك ترجمة نانسي قنقر